منصبح على حضراتكم وأهلا بكم وموجز لأهم الأخبار المحلية الرياضية والعالمية وخلونا نبدأ نشرتنا الرياضية مع مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللي بيحاول يبحث مع جهازه المعاون جمع أكبر عدد من المعلومات عن فريق الإسماعيني قبل المباراة اللي هتجمع الفريقتين بكرة على ستاد بورج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري وخد فريق الإسماعيلي تدريباته الرئيسية على ستادة الإسماعيلية وده ضمن برنامج الإعداد استعدادا لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الافتتاحية على ملعب الجيش في بورج العرب وشاهدت التدريبات على مجموعة من الخطط الفنية واللي بتستهدف الوصول لمرمى المنافس من أقصر الطرق من أحياء تانية بدأ فريق نادي الزمالك تدريباته مبارح بجلسة خاصة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فريرة ولعبة الفريق وشاهد الاجتماع حديث فريرة عن أهمية مباراة سموحة خصوصا إنها انطلاقت الفريق في مسابقة الدوري الممتاز وكمان أكد المدير الفني البرتغالي للعيب على أهمية استغلال كل الفرص والتركيز على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز منتخب مصري للشباب قيادة محمود جابر استقبل عرض من نظيره الأوس باكستاني لخوض مباراة وديتين في شهر نوفمبر اللي جاي وده في ضوء تحضيرات منتخب أوس باكستان لبطولة أسيا للشباب وتحضيرات منتخب الشباب المصري لنهائيات بطولة أمم أفريقيا في شهر فبراير اللي جاي في الدوري الإيطالي حقق فريق روما فوز صعب على فريق سامبودوريا بنتيجة 1-0 خلال المباراة اللي جمعت الفريقتين ضمن منافسات الجولة العشرة من مسابقة الدوري الإيطالي بالنتيجة دي قفص فريق روما للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة وسامبودوريا في المركز الأخير برصيد 3 نقط أليجري مدرب يوفينتس الإيطالي استقبل دفعة قوية بقصوص حالة النجم الفرنسي بول بوكبا وده بعد الإصابة اللي سبق وتعرض لها قبل بداية الموسم اللي جالي وأكدت تقارير إيطالية أن بوكبا بيأخوض المرحلة الأخيرة من عملية التعافي الكاملة من إصابته وهيرجع لتدريبات يوفينتس يوم الاثنين اللي جاي وهيظهر أمام بنبيكا في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم 25 أكتوبر أعلن نادي بارني ميونيخ الألماني أن ساني تعرض لإصابة قوية أثناء مباراة الفريق قدام فاير بيرج في إطار الجولة العشرة من الدوري الألماني ووضح النادي على موقعه الرسمي أنه تم نقل ساني للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة اللي أظهرت إصابته في أوطار الرجبة وأن التشخيص الرسمي لحالة اللاعب دلوقتي هي تعرضه لتمزق عضلي في فخده الأيسر مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر شكرا لك يا لامي وما زلنا بنتكلم عن الرياضة